أحد القادمة خروج مسودة لقانون ضريبة الدخل نعم ونقاشها مع مجلس النواب بإذن الله يعني هل لديك أي معلومات عن هذا القانون الذي سوف يتم طرحه الجديد خرج هناك بعض التسريبات هل سيكون هذا القانون مشابه إلى قانون هان الملقي هل هناك في تشابه هل هناك في فروقات هل سيخدم فعلا مصلحة المواطن عامل الزمن في هذا هل تم إجراؤه بسرعة كما حدث مع دكتور هان الملقي أم أنه وقت كافي أخده شكرا للسؤال أولا حكومة هان الملقي الحقيقة أنا وجهة نظري وقعت مطب لأنه ما كان يجب أن يطرح مشروع قانون جديد ضريبة الدخل في الوقت اللي 20% من اللي لازم يدفعوا الضريبة اللي بدفعوا منهم بس 3% من الـ 20% واللي هذول هما دخولهم مرتفعة جدا ويشتغلوا صناع وتجار كبار وأساتذة وأكاديميين كبار ومهندسين كبار وأطباء كبار لأخري لما حوروا الموضوع حضور الناس من خلال اللعبة تبعت النقابات اللي أنا كنت مراقبها لعبة أنا أحسيت برأيك أنها كانت لعبة لعبة أنا وجهة نظري كانت لعبة حولوها خذها مني حولوها لعبة لأنه النقابيين ومن لف لفهم هم أصلا ما بدفعوش من أقوال بعضهم إلي تهرب ضريبي ما بدفعوش ضرائب من 10 سنين بعضهم عليه 50 ألف بعضهم 70 ألف بعضهم ميتين بعضهم مليون بعضهم كده أتتقول أنهم متهربين ضريبيا وعند أسماءهم على فكرة دكتور أنت تقول أنهم متهربين ضريبيا متهربين ضريبيا الآن لما هم طرحوا هذا المشروع في زمل دولة دكتور هاني الملقي هم طرحوه في ذهنهم النية السوداء أنه نمسح مع مضى ونبدأ من جديد ونعطي إعفاءات لكل الناس اللي تهربوا ونعمل قانون جديد القانون الجديد حتى القانون الجديد اللي بترحوه إلا إحنا أنا ما بعرف عنه إشي يعني أنت برأيك أنه كانت النقابات تحرك الشارع لمصالحهم الخاصة بضبط لا لغاية اليوم وإذا بكرة تحركوا أنا بأعتقد تحركوا بوعداً وليثبتوا عكس ما أقول بوعد من الحكومة أنهم يعفوهم من الغرامات والمستحقات اللي عليهم إعفاءات إعفاءات أنا هيكون شيء تنظري وإذا ننتقل من الحكومة بذلك سيقوم النقابة بتفعيل الشارع مرة أخرى القانون الحالي أنا عملت عنه دراسة تفضل القانون الحالي عملت دراسة ونشرتها في إحدى المجلات الدولية ماذا كانت تتضمن هذه الدراسة؟ تتضمن ما يلي أنه 50% من مجتمعنا هم فقراء وبالتالي ما عليهم مش وفعلاً كل القوانين بتعفيهم ترجمة نانسي قنقر